اشهد ان محمد عبده ورسوله خير نبي أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله إن الله تعالى عزنا بالإسلام وجعلنا من أتباعه سيد الأنام فمن اتبع هدى الله رفعه الله رفع الله قدره وأعلى ذكره وعز شأنه ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله في الدنيا والآخرة يقول جل وعلا يقول مولانا سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال أيضا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلا يحتاج العبد أن يلتفت في ظاهره وباطنه إلى غير هذا الدين الكامل في عقيدته وأخلاقه في معاملاته وعباداته قال الخليفة الراشد عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه كن أذل قوم فأعزم الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزم الله به أذل من الله فمهما نطلب العزة بغير ما أعزم الله به أذل من الله رواه الحاكم وصححة سبت أهدى الله الله تعالى nous a élevés avec l'islam et a fait de nous des serviteurs du maître le meilleur des humains محمد صلى الله عليه وسلم ainsi quiconque suit la guiderie d'Allah الله تعالى élèvera الله تعالى élèvera son estime élèvera sa mention et le mourra dans ce monde et dans l'au-delà الله le truadit dans le sens du traduction du verset et la gloire appartient à الله à son messager et aux croyants mais les hypocrites ne le savent pas Allah il a dit aussi dans le sens du verset quiconque désire la gloire en effet la gloire toute entière appartient à Allah il a dit encore subhanahu wa ta'ala ne faiblessez pas ne soyez pas attristé alors que vous êtes les plus élevés si vous êtes de vrais croyants si vous êtes de vrais croyants Allah تعالى l'a mis la condition ne faiblessez pas ne soyez pas attristé alors que vous êtes les plus élevés si vous êtes des vrais croyants le serviteur d'Allah le serviteur n'a pas besoin de prêter attention intérieurement ou extérieurement à autre chose que cette religion parfaite dans sa croyance ses comportements ses relations et ses adorations et le calife vient guider Omar Ibn Khattab qu'Allah l'a gré a dit nous étions le peuple le plus humilié Allah nous a alors élevés avec l'islam par conséquent tant que nous cherchons tant que nous cherchons tant que nous cherchons la gloire dans autre que ce avec à quoi Allah ce avec à quoi Allah nous a élevés Allah nous humiliera si on cherche ailleurs où là il y a l'élévation de nos croyants elle est seulement dans le dîme mes chers frères et sœurs et si on va la chercher autre ailleurs que dans cette religion Allah تعالى qu'نغبس والعياذ بالله عباد الله لقد اختار الله l'âme de l'islam بين l'am فميّزها حيث اختار لها خير الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وجعلها خير أمة أخرجت للناس واستشهدهم على خلقه فقال وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهم أهدى الخلق طريقا وأقومهم في دين الله سبيلا وهم منصورون مؤيدون وهم منصورون مؤيدون ما دام أنهم يتمسكون بهذا الدين القويم ما دام يشدون في هذا الدين القويم هم مؤيدون ومنصورون من قبل الله تبارك وتعالى سأبت أهدى الله الله تبارك تأعلا خro breeيب المحاولة بين المحاولة يختصر لهم من جرس أكبر محمد صلى الله عليه وسلم وقضرت لهم من قول الله الحقه في ديوز قرن وقضرت للمحاولة يجب أن حصل لله لاعظم لهم منصورون مؤيدون إذا كان يكرك للهجانس فالتنمم الله تعالى وكذلك ما يقرر للقناة فهو يمسكوه في ذلك الشمائة وكذلك ليس كذلك لكيك كذلك شما كدك أمسكوه ولكن كذلك شبكوه يكون حفظة بنفسك اليوم أولي أسف اليوم أولي أسف الشبيب قطع صوت الهلاف والعزو في غير الاسلام قد بكتوري الفلاح والعز في غير الإسلام فهذا صار الدين غريبا كما بدأ كما بدأ فالإسلام بدأ غريبا فالإسلام بدأ في الناس غريبا حيث كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون حقا أو باطلا ولا يميزون بين هدى وضلال فمن الله عز وجل فمن الله عز وجل على البشرية ببعتة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط الله المستقيم فبصر الله به من العمى وأضاء للناس ببعتته طريقه القويل وصراطه المستقيم وما ترك خيرا وما ترك خيرا إلا ذل الأمة عليه ما تركنا هكذا رسول الله ما ترك خيرا إلا دل هذا الأمة هاته أم على هذا الخير ولا شر إلا حذر منه ولا شر إلا حذر أمته من هذا الشر وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح بدا ألإسلام غريبا وسيحود غريبا فقوبة للغرابا بدا ألإسلام غريبا وسيحود غريبا فقوبة للغرابا صلى الله وقته من الله الإسلام a commencé comme une chose étrange parmi les gens car les gens étaient dans l'ignorance et dans l'égarement aveugle ils ne connaissaient pas le comblable ils ne blâmaient pas le blâmable également ils ne connaissaient pas la vérité ni le faux ils ne faisaient pas la distinction entre la guider et l'égarement Allah a accordé de ses faveurs à l'humanité en voyant en tant qu'annonciateur et avertisseur en tant que guide vers le droit chemin d'Allah par conséquence Allah a apporté la clairvoyance à l'aveuglement à l'aveuglement des gens par l'intermédiaire du prophète il a guidé par l'intermédiaire du prophète afin de faire de sortir les gens de l'ignorance et à l'éclairter et à éclairer son chemin de droiture pardon et de son sentier de rectitude par l'intermédiaire de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il n'a laissé aucun bien sans indiquer il n'a laissé aucun bien sans indiquer à la communauté ni aucun mal sans qu'il n'ait mis en garde contre celui-ci et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans le hadith authentique l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange il reviendra quelque chose d'étrange tout au bas certains savants disent c'est le paradis certains disent c'est un endroit c'est une récompense tout au bas c'est pour qui pour qui cette récompense tout au bas aux étrangers on est tous des étrangers dans ce bas monde l'amishab quand tu parles d'Allah tu es étrange quand tu parles de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand les gens défendent leur terre ils sont des étrangers quand les gens défendent leur religion ils sont devenus des étrangers quand des gens veulent protéger leur famille et leur enfant ils sont devenus des étrangers quand tu parles du hak de la vérité tu deviens étrange ce monde là il est devenu à l'envers ce monde là même parmi les musulmans il y a certains musulmans ils sont devenus étrangers pourquoi mes chers frères nous sommes deux nous sommes deux dans la monde jusqu'à entre nos et nos et nos jusqu'à entre nos et nos et nos et nos jusqu'à parmi des musulmans de la protégion quand tu parles qui sommes et à l'envers et dans la 界 ça à l'avenir à l'anvers à l'anvers mais à l'anvers la et les musulmans à l'anvers et quand ont l' presentation au bureau de la m'orient le à l'anvers عن أرضه و يدافع عن دنه و يدافع عن سلات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح غرين و أصبح الواقع المظلوم و المظلوم أصبح ظالمين و العلم الوحيد من الأعقار من الاجتماع على التحقيق الجسم من يستطيع أن يرى ببصيرتي من هو الظالم ومن هو المظلوم الذي في قلبه نور الإيمان الذي في قلبه نور الإيمان يرى من هو الظالم ويرى من هو المظلوم أما الذي عشش الكفر والنفاق في قلبه فلا يرى إلا الظالم يراه مظلوماً ويرى المظلوم ظالماً والعياذ بالله كما يحدث الآن في هذا الزمان شعب يباد كلياً أراضي تنتهك مساجد تهدم نساء ترمل أولاد أطفال يتامى شيوخ ينامون على الأرض في هذا البرد والقلب لا يتحرك ولا يتألم ولا يتماعر الوجه أقل القلي كما يقول في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يتماعر الوجه لا يتوقع 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 وان نتجه بالفضل مثل الرهوات تتقبله وتتقبله فالتيت بيخرج الرهوات وان هذا الشخص الان يجب ان الشخص يجب ان يجب أن يجب ان يجب ان تضح كتب وله يجب ان هناك عزوله وعلى سبيل المصارف وان يجب ان يدر الأعبة وان الناس بأب عزوله وخرجت من قلوب الحب بحب الوسلمين ونصرت إخواننا المسلمين ونريد أن نأتي يوم الجمعة وندعو لهؤلاء الناس لا والله لا دعونا لهؤلاء الناس لإخوتنا واختنا كل يوم الله يرانا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه فإذا رآنا ربنا سبحانه وتعالى إن دعونا نغير ما بقوم حتى يغير ما بكلٍ الله يرى نحب الله الله يرى نهاجمiga الله يرى نهجم والله يرى نهاء الله رأيس من الجنة سيئة رغرى وكل يقول الله سيئة رغرى وكل يقوله انها تحضر وعندما كانت مرة تحدث وعندما كانت تحدث وكذلك الموقت السيئة ولم يكون تحدث ولم يكون صلث للحيان وليس سيئة رسوله سترك الله وليس تستغفروا إنه الغفر الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفر الصلاة والسلام على الحبيب المفتقى عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد عود بالله من الشيطان الرجيم إما الله وملائكة يصلون على النبي أيها الذين أن يصلوا عليه وسلم متسليما اللهم اصلي على محمد وآل محمد كما صل Nebraska على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما بارك على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين يلك حاميد المجيد اللهم اخبر ضحينا وملكنا وذكرنا وإنسانا وصغيرنا وكبيننا وشاهدنا وغائدنا ومن لاه حق علينا اللهم إنا رخاء فقوي في رضاك بإنسانك وإننا مرضى فشافينا يا رحم الرك lí اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بني ملك ما واصينا بيدك ماضي حين فينا حكمك عدن فينا قدأك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استغطرت به في علم غير عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء هم من واحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهنا وزونا تلاوته آناء الليل وآناء النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اخفر لإخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال اللهم ارسل إخواننا في غزة وفي فلسطينة يا أرحم الرحمين اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم إنهم جوعة فأطعمهم وإنهم عجرة فسقهم وإنهم غرات فاكسهم وإنهم حفاة فحملهم يا أرحم الرحمين اللهم أمن قلوبهم اللهم قوي إيمانهم اللهم قوي إيمانهم اللهم قوي إيمانهم اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم فإنهم لا يجزونك يا ذا القوة المتيل اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا ذو القوة المتين يا عزيز يا حبيب يا مجيب يا ذو العرش المجيب يا فعال لنا يريد اللهم اصرف عنا شر كل جبار عنيه اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف ما شئت اللهم إنا نجعلك في نخورهم ونعوذك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نخورهم ونعوذك من الشرورهم ونعوذنا منDY أيلحات ومن خلفهم سoiseنا داخل consigات والأطول خصوصى community اللهم إنا ناجعلك في نخواهم قربنا دعاء يتعالى معزة في علواء في السلام لنقذونا أن يقوم بحاجة المسکرات وكان يتذكر كلному منساء الله أمس الله وشافيكم وعافيكم الله أمس الله الله أمس الله لا يغادروا سقما الله أمس الله الله أمس الله الله أمس الله ترجم فماغب الناس ترجم فضل كله بالضرورية الصالحة. اللهم من كان يريد الزواج فيسل له الزواج. اللهم يسل لكل إنسان أمره. ومن كان ينتظر تيسير أمره في أوراقه ومشاقله فيسل له وفرج عنه يا أرحم الراحمين. فإن ذلك لا يعزلك يا ذا الجلال والإكرام. قولك إذا أردت أن تقول لشين كل فيقول اللهم اجعل ذلك في بصلحة المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اخفر والدينا وارحمهما كما ربيان صغيرة. اللهم اخفر اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت.